هل لديك أي معلومات إذا ما كان السنوار لا يزال على قيد الحياة بعد التسريبات التي حصلت عن اغتياله؟ كيف يمكن أن تتهم خالد مشعل بمثل هذا الكلام وهو الذي تعرض للاغتيال من إسرائيل؟ هناك من يقول إن الرابح الأكبر ليس المقاومة الفلسطينية وليست القضية الفلسطينية إنما إيران السابع من أكتوبر لم يكن سبباً بل كان نتيجة خلاص الشعب الفلسطيني برأيك على يد مد؟ على يد حماس أو على يد السلطة؟ إذا كان عندها كل هالانتصارات كيف قسفت الأبيب بالصواريخ من غزة اليوم؟ أنا أعتوقع أنهم سيحاولوا اجتياح جنوب لبنان وسيحاولوا أن يصلوا إلى البقاع حتى من منصة وقناة المشهد مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من توتر عالي عام مر على ذكرى السابع من أكتوبر التي غيرت العالم وليس المنطقة فحسب عشرات ألاف الضحايا والمصابين مليوناء نازح في غزة دمار هائل ألاف المباني سويت بالأرض ألاف الأطفال حرموا من عالمهم الجميل ألف قصة وقصة مجبولة بالوجع والدم والخوف كل ذلك حصل أمام العالم الذي لم يتعامل مع الهجمات الإسرائيلية بقساوة الغارات التي دمرت الحجر والبشر اليوم وبعد عام على الذكرى من انتصر ومن خسر من يجب محاسبته وعلى ماذا من يمنع وقف الحرب لإنقاذ ما تبقى من البشر والحجر هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عليها مع ضيف مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية في حلقة جديدة من توتر عالي معي أنا طوني خليفة دكتور مصطفى مصر الخير وأهلا بك أهلا بكم تحياتي لكم سنة مرت على السابع من أكتوبر ماذا يجب أن نقول الذي يعني ردا على سؤالك الأول أنا أقول أن أكثر من فشل في هذه المرحلة هو المجتمع الدولي وبشكل خاص حكومات الغرب التي واصلت الانحياز المطلق لإسرائيل وسكتت على جرائمها الوحشية بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية غير المسبوقة وجرائم العقوبات الجماعية وجريمة التطهير العرقي التي مارسها جيش الاحتلال السابع من أكتوبر لم يكن سببا بل كان نتيجة نتيجة أيضا لسكوت المجتمع الدولي على الاحتلال الأطول في التاريخ الحديث على التطهير العرقي لستة وسبعين عاما للشعب الفلسطيني وعدم حل قضية لاجئيه وأيضا سكوتهم على نظام الأبرتايد العنصري والتحول الخطير في الفكر الإسرائيلي الذي أصبح متجها نحو تصفية القضية الفلسطينية برماتها ورأينا ذلك في خريطة نتنياهو التي رفعها في الأمم المتحدة قبل السابع من أكتوبر بأسبوعين وهي تضم كامل الضفة الغربية وكامل قطاع غزة والجولان المهتل بالتالي السابع من أكتوبر كان رد فعلا على ما كانت إسرائيل تخطط له من تصفية القضية الفلسطينية وبعد عام هناك معاناة هائلة أكثر من مئة وستين ألف شهيد وجريح ربما ستة ونصف بالمئة من سكان قطاع غزة لو جرى ذلك في الولايات المتحدة بالنسبة والتناسب لكنا نتحدث عن عشرين مليون بين قتيل وجريح ولكن شعب فلسطين صامد وشعب غزة صامد وفي الواقع أنه بعد عام كامل من هذا البطش الإجرامي نتنياهو ما زال فاشلا فشل في تحقيق أحلامه باقتلاع المقاومة فشل في تحقيق التطهير العرقي الذي سعى إليه منذ اليوم الأول وفشل في بسط سيطرته العسكرية وطبعا فشل في استرداد الأسرة بالقوة وأصلا لم يكن مهتما بهم هو نتنياهو اليوم نحن نواجه وضع في غاية الخطورة التوسع الاستيطاني يجري على قدم وساق والهجمات تجري أيضا في الضفة الغربية والصراع الآن أصبح صراع وجود بالنسبة للشعب الفلسطيني فعلا صراع إما أن نبقى أو نزول ولذلك أنت ترى انضواءا في اتجاه فكر المقاومة وجيل بكامله أعيد شحنه بروح الكفاح والنضال والمقاومة لأنه لا بديل آخر للشعب الفلسطيني عن الصمود والبقاء والنضال نعم اليوم بعد مرور عام على السابع من أكتوبر مصطفى البرغوسي كان يتمنى أن لا يكون السابع من أكتوبر بعد ما حصل الذي حصل يعني بينك وبين نفسك بتقول يريت مصار السابع من أكتوبر وكانت الأمور راحت باتجاه آخر أنا طبعا أتمنى لو أن كل هؤلاء الشهداء والجرح لم يسقطوا لم يستشهدوا لم يرتقوا الشهداء أتمنى لو أن إسرائيل لم تستطع أن ترتكب كل هذه الجرائم الوحشية ولكن أنا أعرف بقناعتي وبفكري وبرؤيتي السياسية الواضحة أن المقاومة لم يكن لها بديل ولم يكن أمام الشعب الفلسطيني بديل سوى المقاومة لإفشال تصفية قضيته الوطنية وبالتالي ما جرى كان كما قلت ردة فعل ونتيجة لسلوك إسرائيلي كان مستمرا حتى لو لم يجري السابع من أكتوبر الجرائم كانت تجري على قدم وساق في الضفة الغربية وفي نهاية المطاف آخر ما يمكن أن يقبل في ظروف كظروفنا هو لوم الضحية على أنها تقاوم البطش والاغتصاب الذي تطعب به دكتور حضرتك رأيت أن الخاسر الأكبر من السابع من أكتوبر هو المجتمع الدولي والحكومات الغربية والذين تغاضوا عن كل تلك الجرائم وكل ما حصل ولكن هناك من يقول أن الرابح الأكبر ليس المقاومة الفلسطينية وليست القضية الفلسطينية إنما إيران التي قاتلت بما يسمى بوحدة الساحات لتحقق مصالحها يعني البعض يقول الخاسر نعم المجتمع الدولي ولكن الرابح لم تكنوا أنتم إنما إيران التي قاتلت بكم واستعملتكم من أجل تحقيق مصالحها ومفاوضاتها والجلوس على طاولة المفاوضات بأكبر مغانم ممكن أن تحصل عليها بفضل ما هدر من دم فلسطيني واليوم دم لبناني هذه الرواية الإسرائيلية هذه الرواية الناطقة باسم الجيش الإسرائيلي الذي يحاول أن يزرع في عقول الفلسطينيين والعرب والمسلمين الفرقة بينهم المشكلة ليست بين إسرائيل وإيران المشكلة بين إسرائيل والشعب الفلسطيني إيران قدمت المساعدة للشعب الفلسطيني ومن يلوم إيران يجب أن يسأل نفسه لماذا هو لم يقدم شيء للشعب الفلسطيني ليست إيران المشكلة المشكلة أن الشعب الفلسطيني وليست حتى لبنان حتى حزب الله وإيران نفسها واليمن والعراق وكل القوى المقاومة في المنطقة قالت جميعها أنها على استعداد لوقف القتال إن أوقفت إسرائيل عدوانها على غسل وقبلت بوقف إطلاق النار وهذا طبعا لم يحدث لأن نتنياهو يريد أن يبطش بالشعب الفلسطيني وعندما يتحدثوا عن إيران هدفهم الاستفراد بالشعب الفلسطيني لذلك من لا يريد أن يرى دورا إيرانيا عليها أن يقدم دورا بديلا في دعم نضال الشعب الفلسطيني ودعني أذكرك إنه كانت أيام طويلة أنا لدي عمر كافي أو سن كافي لأتذكر جيدا تلك الأوقات التي كان فيها الإسرائيليون يدعون أن خلافهم مع الفلسطينيين بسبب الاتحاد السوفيتي وبعد زوال الاتحاد السوفيتي وقبل ذلك كانوا يقولوا الخلاف بسبب مصر التي تقاتل إسرائيل وجمال عبد الناصر وبعد ذلك كانوا يقولون أن المشكلة سوريا وبعد ذلك كان صدام حسين والعراق والآن إيران ربما غدا لو تنتهي المشكلة معهم مع إيران يبدأوا يتحدثوا عن أذرابيجان ربما لا أدري ولكن في نهاية المطاف جوهر الخلاف هو مع الشعب الفلسطيني الذي يضطهد الشعب الفلسطيني الذي تحاول إسرائيل باستلاء عواطنه في فلسطين الذي يحاولون البطش به هو الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا أنا أذكر في الستينات أكبر حليف لإسرائيل كانت إيران وتركيا اليوم إسرائيل في خلاف معهم عندما كان العدو الأكبر لإسرائيل مصر لذلك المشكلة جوهريا هي أن إسرائيل تريد أن تهيمن على المنطقة تريد أن تستولي على كل فلسطين تريد أن تطهر عرقيا فلسطين وتريد أن تستولي على كل مقدرات حياة الشعب الفلسطيني وتطرب من وطنه هذا هو جوهر المشكلة الذي يؤدي إلى كل هذه المشاكل مع دول عديدة في العالم واليوم المشكلة تتسع أكبر لأنه اليوم إسرائيل لديها مشكلة مع الشباب الأمريكي ولديها مشكلة مع الشباب في أمريكا اللاتينية ولديها مشكلة مع دول كثيرة أخرى أصبحت شعوبها متضامنة مع الشعب الفلسطيني بشكل مطلق حتى أن إسرائيل لديها مشكلة مع جزء كبير من الشباب اليهودي في الولايات المتحدة الذين يرفعون شعار ليس بإسمنا ترتكب كل هذه الجرائم اليوم نحن نتحدث ليس فقط عن أي حكومة إسرائيلية بل عن حكومة فاشية بالمعنى الحرفي للكلمة وكل من يعارض الفاشية والاتهاد في العالم سيجد نفسه في مشكلة مع إسرائيل نعم ولكن حضرتك تكلمت عن نوع من الانتصار لغاية الآن بعد السابع من أكتوبر ولكن ما تكلمت عنه إسرائيل يختلف تماما إسرائيل تتحدث اليوم عن هزيمة ما يعرف بالمقاومة في غزة وتتكلم عن إعطاء السنوار إذا كان لا يزال حيا خيار المغادرة إلى السودان بدأت تتكلم عن إخراج قيادات حماس من غزة بلشت تتكلم عن القضاء على المقاومة في لبنان بعد مقتل أمين عام حزب الله والقيادات في حزب الله طيب إذا كانت إسرائيل منتصرة فضل إذا كان عندها كلها الانتصارات كيف قصفت تل أبيب الصواريخ من غزة اليوم وإذا عندها كلها الانتصارات من اللي بيقصف في نهاريا وعكا وحيفا ويافا إذا كانت إسرائيل منتصرة كلها الانتصارات لماذا يقاوم حزب الله ولماذا ما زالت حماس تقاوم وقوى المقاومة الفلسطينية الأخرى إذا كانت إسرائيل منتصرة لماذا عاشزين عن أن يفرضوا أي شيء على أي طرف فلسطيني لا المسألة لا تقاس هكذا نحن نعرف أن إسرائيل لديها واحد من أكبر جيوش العالم ولديها التكنولوجيا والأسلحة الأمريكية الأكثر تطورا ولديها أجهزة استخبارات وتصنط وغيره ولكن نحن لدينا قوة مقاومة طبعا المقاومة أصغر بالإمكانيات أقل بالإمكانيات ولكن ما دامت المقاومة تخدش هذا العدو الإسرائيلي فإسرائيل هي الفاشلة لأنه في نهاية المطاف هدف أي حرب أن يرضخ الطرف الأخر الشعب الفلسطيني لم يرضخ منذ 76 عام منذ 100 عام ولم يرضخ بعد النكبة لم يرضخ بعد عدوان 67 لم يرضخ بعد الانتفاضتين الأولى والثانية ولو أن يرضخ اليوم المسألة مسألة شعب يناضل من أجل حرية ونضاله ولذلك لا تقاس الأمور بهذه الطريقة من يقتل أكثر من الطرف الآخر وليس هدف الفلسطينيين أن يقتلوا أكثر هدفهم أن يعرف الاحتلال أن مقاومتهم لن تنكسر وستستمر حتى ينالوا حريتهم هل لديك أي معلومات إذا ما كان السنوار لا يزال على قيد الحياة بعد التسريبات التي حصلت عن اغتياله؟ أولا دعني أجيب على سؤالك السابق أسخف شيء تقوله إسرائيل أنها تريد أن يخرج سنوار من غزة أو أن يخرج قادة المقاومة من غزة يعني سخيفة جدا لأنها لا تفهم عقليتهم ولا تفهم كيف يفكر الفلسطينيون وقادتهم وبالنسبة لهؤلاء القادة مثلما كان الأمر بالنسبة للسيد حيصر نصر الله الشهادة هي أقصى ما يتمنونه لذلك فكرة أن يهربوا أو يخرجوا أو يتركوا كلام فارغ أنا لا أعرف طبعا ما هو وضع الأخ السنوار المناضل السنوار ولكن من كل المؤشرات هو موجود ويقود مقاومة في غزة ولم تستطع إسرائيل أن تصل إليه وهي تعتبر ذلك فشل بريع بعد عام كامل من البحث والاستخبارات البريطانية والفرنسية والأمريكية وكل وسائل الاتصال التي لديهم والأقمار الصناعية التي تحوم حول غزة ليلة نهار لم يستطعوا أن يجدوهم وهل هذا دليل نجاح؟ هذا دليل فشل تكلمنا عن الرابح الأكبر والخاسر الأكبر في السابع من أكتوبر ولكن لم تأتي على ذكر السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطينية أين؟ وأين تصنفها؟ مع الفائز الأكبر أو مع الخاسر الأكبر؟ السلطة الفلسطينية في وضع صعب لسببين السبب الأول أنها برنامجها الأساسي برنامج أسلو ونهج أسلو في شيء واللي أفشل هو إسرائيل الحقيقة مش هي بالتالي نهج بكامله انتهى هي مضطرة ويجب عليها أن تعيد النظر في كل استراتيجيتها وأن تتبنى استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة مع باقي القوى الفلسطينية ثانيا هي بحاجة لأن تغير نهجها تجاه مسألة الوحدة الوطنية وتسرع في تطبيق اتفاق بكين الذي توفقنا فيه على تشكيل حكومة وفاق وطني وعلى تشكيل قيادة وطنية موحدة مؤقتة وهذا برأيي هو طريق الخلاص للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني يجب أن يكون موحدا وقواه يجب أن تكون موحدا ولا يجب أن نسمح لأن تصبح التناقضات الداخلية بيننا أو أن يكون هناك سراع داخل بيننا السلطة الفلسطينية مطالبة برأيي أن تتوقف عن التردد وأن تعترف بأن النهج السابق انتهى وفشل وأن نتوحد الآن اليوم على نهج جديد يحمل جميع لأنه على فكرة نتنياهو يستهدف الجميع هل هناك أوضح من أن يقول أنه لا فتحستان ولا حماسستان هو يريد ولا يريد حتى أن تكون السلطة في قطاعه بس بدي أسألك سؤال خلاص الشعب الفلسطيني برأيك على يد من على يد حماس أو على يد السلطة سيكون الآن طبعا مجتمعين مجتمعين ولكن هو من سيعطي الشعب الفلسطيني خلاصه السلطة أو حماس كل شعب الفلسطيني خلاصه على يد الشعب الفلسطيني وعلى يد وحدة في هذه القوة جميعا معه هذا ما يريده الشعب الفلسطيني يريد أن يرى وحدة وطنية يريد أن يرى قيادة وطنية موحدة يريد أن يرى اتفاقاً على استراتيجية وطنية موحدة ولا تناقض هنا بيننا هل سمعت خطاب خالد مشعل؟ قرأته قرأت ما قاله نعم شو تعليقك عليه؟ هو أكد أن المقاومة مستمرة وأن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها ونحن لا نتحدث عن انتصار أو هزيمة هنا على الإسرائيل المسألة الانتصار الحقيقي للشعب الفلسطيني يتم برأيه عندما نتحرر وننهي هذا الاحتلال وننهي كل نظام القمع الذي يتعرض البعض يعتبره أنه يستثمر في دماء الضحايا الذين سقطوا في غزة أنه جاء في نهاية المطاوف يستثمر في دماء من سقط من أبرياء في غزة أنا آسف أن أقول لك مرة أخرى الذين يقولون هذه الحجاج هم فعلا يكررون رواية الإسرائيل كيف يمكن أن تتهم خالد مشعل بمثل هذا الكلام وهو الذي تعرض للاغتيال من إسرائيل كيف تتذكر كم تطاولوا على المناضل المجاهد إسماعين هنية ووصفوه بما يعيب يعني من كلمات هذا الرجل استشهد واستشهد ثلاثة من أبنائه وستة من أحفاده ومعظم أفراد عائلته وأخته المن يناضل ويجاهد ويكافح ويقدم التضحيات لا يجوز المس به بأي حال من الأحوال ولكن عندما سألت نفس السؤال الذي أو طرحت نفس السؤال الذي طرحته الآن عن أن مع أحد ضيوفي بإحدى الحلقات من أن إسماعيل هنية قد تم اغتياله فأتت الإجابة هل إسماعيل هنية قتل في غزة أو قتل في رفح أو قتل في الميدان فقال لي هو قتل في فندق خمسة نجوم في طهران وهذا اللي جاوبك بيشتغل عند مين ووين عايش وشو بيسوي يستحي على حاله لأن إسماعيل هنية قضى كل حياته في غزة وتعرض لمحاولات اغتيال لا أول لها ولا آخر واستشهد وهو يناضل من أجل شعبه أنا برأيي هذا كلام مردود على من قاله وهؤلاء الذين يتطاولون الآن على الشعب الفلسطيني ويشككون به ويشككون بنضاله هم الذين يجب أن يسألوا أنفسهم أجندة من يخدمون ومصلحة من يخدمون ويعني اسمح لي لا أريد أن أتطاول عليهم ولكن دعني أقول أن الذل أحيانا يدفع البعض بعض الناس لقول كلام معيد لا يجوز أن يطلقوه بس هذا نتيجة شعورهم بالذل والضعف والشعور بالنقص تجاه إسرائيل وتجاه كل القوى التي تحارب شعبا بدي منك تعليق صغير قبل ما ننهي نحن وياك هذا اللقاء دكتور هل بتعتبر أنه أمين عام حزب الله المرحوم حسن نصر الله قد جرى الشعب اللبناني ولبنان إلى ويلات كان بالغنى عنها يعني عندما أعلن حرب المساندة من تلقاء نفسه من دون العودة إلى الحكومة أو إلى الدولة اللبنانية وهنا نشهد اليوم دمار وضحايا في لبنان هل بتعتبر أنه جرى لبنان إلى مأساة كان يمكن أن يكون بمنأة عنها شكرا على سؤالك ثلاث أجوبة أولا الشهيد حسن نصر الله حاول أن يحمي لبنان من هذا الذي يجبه وكان رزينا وعاقلا في تصرفاته لو لم يقف حزب الله مع المقاومة الفلسطينية لسمعنا الآن في نفس حلقتك وعبر وسائل إعلامية أخرى عديدة أقاويل من طراز أين محور المقاومة وأين الذين وعدوا الشعب الفلسطيني بمساندته وتقاعسه هو حاول أن يكون متوازنا وجميعنا نعرف نوافق حتى على قرار وقف إطلاق نار مؤقت قبل أن يغتال وأنا برأيي نتنياهو اغتاله أخذ قرار اغتياله لأنه وافق على وقف إطلاق نار مؤقت تمهيدا لوقف إطلاق نار في غز لذلك لا هو لم يجر لبنان الذي جر لبنان إلى المآسي إسرائيل والذي يعتدي على لبنان اليوم إسرائيل والذي يهدد شعوب المنطقة بكاملها اليوم إسرائيل ولا أحد يستطيع أن يخفي الشمس بقربال الصراع هو من احتل لبنان سابقا أليست إسرائيل من يقصف بيروت الآن أليست إسرائيل هل هناك سبب يمكن أن يبرر قتل الأبرياء والمدنيين بهذا الشكل لا يوجد وبالتالي أنا بشكرك على أسئلتك التي صريحة لأنها تطرح ما يقوله الآخرون ولكن كما سمعت أنا برأيي بالعكس أنا برأيي السيد حسن نصر الله يستحق كل الاحترام لأنه كان مبدئيا في وقوفه إلى جانب الشعب الخلسطيني هل تتوقع اجتياحا بريا إسرائيليا للبنان؟ سيحاولوا إذا استطاعوا ولن يردعهم إلا المقاومة على الأرض ولكن هم يحاولوا أنا أعتوقع أنهم سيحاولوا اجتياح جنوب لبنان وسيحاولوا أن يصلوا إلى البقاع حتى لعزل سوريا عن لبنان ولكن الضربات التي يتلقونها على الأرض تجعل مهمتهم مستحيلة الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية دكتور مصطفى البروسي شكرا لك على هذا اللقاء وتحياتي لك مجددا وشكرا لكم مشاهدين على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقات جديدة